العائلات الفلسطينية من جانبي الخط الأخضر وعدم وجود أغلبية لتمرير القانون بسبب معارضة نواب القائمة العربية الموحدة ونواب من حزبي ميرتس والعمل كشفت مصادر إعلامية الليلة الماضية عن عرض لافت من قبل وزير الإسكان زييف إيلكن للقائمة العربية الموحدة وبحسب العرض تحصل القائمة الموحدة على منصب نائب وزير في وزارة الإسكان وبهذا تدخل فعليا إلى الحكومة ولا تكون فقط جزءا من الاعتلاف الحكومي يذكر أن الطرفين ينفيان بأن هذا العرض يأتي لكي تدعم الموحدة قانون المواطنة لكنه قد يكون مؤثرا عليه وعتبر محللون سياسيون بأن هذا المنصب هو بمثابة حلم بالنسبة للقائمة الموحدة التي تريد التأثير على قضايا البناء في النقب في المقابل في حال كان نائب وزير من قبل الموحدة في الحكومة فهذا يعني أنها ستتحمل مسؤولية عن كافة سياسات الحكومة وهذا ما قد يجعلها مترددة بشأن العرض للحديث حول هذا الموضوع وغيره من المستجدات السياسية نستضيف معنا في الستوديو في بث حي ومباشر سامر عثامني رئيس حركة رايتنا أهلا ومرحبا بكسترس خير خيش حادل وجميع المشاهدات والمشاهدين قبل أن نبدأ حديثنا سامر أعطينا في الستوديو سامر عثامني رئيس حركة رايتنا أعطي الأعسن بقول نعطي مهلي للحكومة مئة يوم ثلاثة أشهر تقريبا أكثر قليلا هل ترى بأن الأمور تتجه في هذه الحكومة الجديدة فعلا إلى أنها تتجاوب مع مطالب القائمة العربية الموحدة أم أن الموحدة وجدت نفسها في فخ؟ بداية لطالما أهلنا في النقب وأهل النقب بشكل عام يعانوا من سياسات التمييز من الحكومات الإسرائيلية المتعاكبة على مدار السنين وخاصة في كل ما يخص الأرض والمسكن والاعتراف بالكرة الغير معترف بها طبعا سكف التوقعات من أهل النقب بالخصوص ومن المجتمع العربي بالعموم من القائمة الموحدة التي دخلت الإتلاف الحكومي بالتأثير هو كبير وهذا بحد ذاته يعني يشكل ضغط على منصور عباس الذي اختار هذه الطريق وأعتقد يعني هو جاهز ومتوقع أن تكون مثل هذه الضغوط لكن لفحص نية الحكومة يعني أنا أوافق الرئيس المجلس الكرة الغير معترف بها بإعطاء القليل من الوقت يعني لهذه الحكومة وللموحدة يعني لتدارك وفحص الأمور ومن ثم يعني ممكن يعني محاسبة يعني التعرف على نوايا هذه الحكومة إذا كانت جدية يعني حسب الاتفاقية المبرمة مع القائمة الموحدة بكل ما يخص الاعتراف بعد 45 يوم بداية بثلاث كرة ومن ثم يعني وضع خطة يعني لكيفية التعامل مع باك الكرة إذا صحتت المعلومات والمعلومات حول العرض الذي قدمه زيف إلكين لمنصور عباس بمنح العربية الموحدة منصب نائب وزير في وزارة الإسكان هذا منصب غير مسبوك في هذه الوزارة لشخصية عربية هل يعني ترى بأنه على منصور عباس الكبول بهذا العرض خاصة عندما كانت في وزارة من هذا النوع سيكون له تأثير أيضا على البناء والإسكان ليس فقط في اللقب وإنما في البلدات العربية الأخرى يعني تحديد السياسات بكل ما يخص قضايا الأرض وتوسيع المسطحات في الكرة والمجتمع العربي يعني تأخذ وتحدد داخل وزارة الإسكان وأعتقد عرض الوزير على منصور عباس يعني أن تبوء منصب نائب الوزير يعني يمكن أن يكون به نسبة كبيرة من التأثير على مجريات الأمور أو حتى يعني بداية التغيير إلى مصار يعني أفضل مما يعني عهدناه سابقا يعني طبعا كلنا نعرف أن دولة إسرائيل منذ قيامها يعني عادت الجماهير العربية بأ الكثير لكن عادتهم أكثر بقضايا الأرض ولب الصراع اليهودي العربي في هذه البلاد هو قضية الأرض فمن هنا يعني آلاف من أبناء الشعب العربي وبالخصوص بالنقب يعني لا يحصلون على الأشياء الأساسية للحياة صقف يأوي يعني بيت كهرباء شوارع ولكن أنت تعلم بأن العرض للحصول على هذا المنصب هو ليس مجانا هو مقابل دعم قانون من علم الشمل يعني وكيف يمكن للقائمة الموحدة أن توافق على مثل هذا القانون لنقول يعني شيء من هذا القبيل يعني منصور عباس والقائمة الموحدة عندما دخلت إلى هذه اللعبة أو عندما دخلت إلى هذا الاتلاف يعني كان عليها أن تتوقع أنها سوف تكون على المحك بالكثير من القضايا وأنها سوف تدفع ثمن معين مقابل ما نادت به لكن أعتقد أن الجمهور العربي بالأيام الأخيرة يعني أوضح بشكل قوي وخاصة عائلات المتضررين من القانون العنصري وقانون المواطنة أنه لا يمكن أن تداوي جرح بجرح أعمق يعني كلنا نعرف يعني أن هذا القانون هو قانون يعزز الفوقية اليهودية هو قانون عنصري بامتياز هو قانون يحدد للإنسان والشاب والفتاة العربية مع من يتزوج ومن يحب ومع من يبني سؤال برأيها الشخصية هل تؤيد أن القائمة الموحدة أن تؤيد مثل هذا القانون برأيك أنت أعتقد يعني بالأيام الأخيرة خرج بعض النواب من القائمة الموحدة وأنا الذي سمعته النائب وليد طاه قال يعني جملة وتفصيلا نحن نرفض هذا التوجه ولن ندعم هذا القانون العنصري لكن لنتذكر أيضا يعني أن هناك عضاء برلمان عرب من أحزاب يهودية متواجدين في هذا الاتلاف نائب الوزير عسى وفريج وغيداء زعبي وابتسام مراعني فاليوم كانت هناك برأيك أنت على الموحدة أن تدعم مثل هذا القانون أم أنت ضده لا يمكن أن تدعمه ويجب عليها معارضته يعني كما قلت سابقا لا يمكن أن أداوي وأعطي دواء جرح معين وأعزز نزيف جرح آخر وأعزز العنصرية يعني كل سياسات دولة إسرائيل هي تجاه الجماهير العربية هي سياسات عدائية سياسات تمييزية سياسات عنصرية وهو يقول بأنه لن يصبت إلى جانب هذا القانون حتى وإن كان الثمان التنازل عن منصب وزير أخي شحادي يعني الإنسان العربي يعني هو عربي إذا كان وزيرا وإذا كان نائب برلمان واعتقد النائب الوزير عساوي والنائب غيداء زعبي من حزب ميرت وابتسام مراعني وأحزاب يعني الموحدة والقائمة كلهم عرب وكلهم دخلوا إلى المعترك السياسي إن كان داخل الحزب اليهودي أو ليمثلوا قضايا المجتمع العربي الصعبة والكبيرة يعني المعاناة التي يعانيها عائلات المتضررين هذه القانون هي يعني معاناة يومية يعني تخيل أن لا تسكن أنت مع زوجتك التي تسكن خارج الحدود ويمنع منها زيارة أولادها وتخيل الأب الذي يجب أن يمر عملية تهريب لكي يصل ويزور أبنائه أو ليتواجد مع زوجته في غرفة الولادة يعني تخيل المعاناة اليومية التي تعاني هذه العائلات يعني انعدام خدمات صحية وانعدام فرص العمل وغير وغيرها من الأمور فهذا قانون يعني ممنوع أن يمر نكتفي بالحديث عن قانون لم يشمل أريد أن نتحدث عن الاتلاف الحكومة رأينا في اليومين الأخيرين مواجهة يعني علنية ما بين قدع صاعر وبيني جانس وأيضا بخصوص قضية التحقيق أو لجان التحقيق في قضية الغواصات هل ترى بأن هذا الاتلاف الحكومي يعني ما جمعه هو المهم ليس نتنياهو هل يمكنه أن يستمر إلى الأمام بدون قضية وأزمة قانون لم يشمل يعني قضايا أخرى مثل تذكرتها الغواصات وقضية المستشار القضائي للحكومة وما إلى ذلك يعني أعضاء هذه الحكومة يعني ينطبق عليهم المثل العربي يعني شو جبرك على المر كله الأمر منه يعني قبولهم للارتكاز على دعم الموحدة لهذا الاتلاف يعني يجسد الكثير من الأشياء جميع رؤساء الأحزاب الداخلة بالاتلاف يعني يوحدهم كان يعني كرههم وعدائهم لسياسات نتنياهو ولإنهاء قضايا الفساد وتحويل يعني دولة إسرائيل إلى مصار أكثر ديمقراطي فالتناقضات الموجودة الحزبية الموجودة داخل هذه الاتلاف هي كبيرة وهي عميقة يعني ما يجمع ميرتس مع حزب يمينة وبنت ما يجمع حزب العمل مع أيلة شاكيد وما يجمع منصور عباس والموحدة مع هذه الأحزاب ولبرمان وجدعون سعر فاعتقد أن هذه التناقضات وهذه يعني الأشياء سوف تستمر يعني كثيرا وترافق هذه الحكومة لكن أنا متيقن يعني بالفترة بالسنتين القريبتين يعني من مصلحة رؤساء الأحزاب عدم يعني كسر هذا الاتلاف والاستمرار داخل هذه الحكومة لأن الكثير حسب رأيي من هذه الأحزاب ستختفي في حال يعني تم تفكيك هذا الاتلاف والتوجه إلى انتخابه المتالي بين التأمس في خطاب له مع مؤيدين لحزب يمينة يقول بأن حزب يمينة سيصبح من الأحزاب الكبيرة في البلاد وحزب حكم يعني يسيطر على الحكم برأيك هذه تصريحات واقعية يعني لنقول واقعيين يعني الجمهور والشعب الإسرائيلي هو شعب يعني توجه يميني في الخارطة السياسية الإسرائيلية يعني إذا يعني فحصت الليكود وحزب بينكفير واسموتريتش وقيد عن ساعر وليبرمان والأحزاب المتدينة الحريديت ويمينة يعني هناك أكثر من ثمانين عضو يعني برلمان يميني فاليمين هو الغالب في هذه الدولة أعتقد أن بنت يعني في حال توجه إلى انتخابات لن تكون له نسب كبيرة في يعني النجاح فمن يعني مصلحة بنت أن يكون رئيس حكومة ويكون رئيس حكومة جيد ويعني يعطي الكثير من الأجوبة للشعب الإسرائيلي وخاصة في القضايا المدنية بعد يعني التضييقات الاقتصادية والصعوبات الاقتصادية نتيجة وباء الكورونا فإذا نجح بنت يمكن أن هذا يعزز من مكانة حزبه في الساحة السياسية الإسرائيلية لكن في حال استمرت الخلافات الحزبية داخل هذا الاتلاف ولم تدم طويلا هذه الحكومة أعتقد الخاسر الأكبر سوف يكون رئيس الحكومة الحالي من حزب الموحدة يعني طبعا بنت بأحسن أحلامه لم يتوقع أن يتبوأ منصب رئيس الحكومة مع ست أو سبع أعضاء ولكن الواقع السياسي فرض عليهم هذا الواقع وهو الآن رئيس حكومة وهو أراد أن يكون رئيس حكومة النقطة الثانية يعني هذه الحكومة تجمع الكثير من الرؤوس وكلهم أرادوا أن يكونوا رؤساء حكومة إذا كان لبيد وإذا كان قدعون سعر وإذا كان جانتس أعتقد الرابح الأكبر من كل هذه الأمور ومن هذه الحكومة سوف يكون بني جانتس الذي يعني بعد أن هجم لانضمامه لنتنياهو لكن الكثير بالفترة الأخيرة دعمه وقالوا أخطأنا عندما هاجمناك لأنك يعني حجمت نتنياهو بالكثير من القضايا وأثبتت أنك مع الشعب وليس مع مصالحك الحزبية نعم سامر عثامني رئيس حركة رايتنا كنت أريد أن أسلك عن الكورونا ولكن الوقت يدركنا بإجابة سريعة ماذا تسمع من الشارع الجمهور العربي هل هناك تخوف من عودة الكورونا خاصة بعدها يعني والحمد لله يعني لا نسمع عن إصابات في المجتمع العربي والمناسبات العراس يعني تسير كما هو معتاد يعني في مثل هذه الفترة المصنع الناس خايفة من عودة الكورونا طبعا كما سمعنا في بداية البرنامج من المسؤولين عن هذا الموضوع على ما يبدو أن الكورونا يعني راجعة وراجعة بكوة ولا محالة من ذلك لكن المجتمع العربي اليوم لا يريد الإغلاق ولا يريد إلى الرجوع إلى التقييدات السابقة لكن في حال يعني بدأت الكورونا الرجوع الفترة القريبة فترة الصيف الكثير من الأعراس يعني سوف تكون يعني كارثية في حال إذا رجعت لأن هذه التجمعات الكبيرة يعني من شأنها أن يعني ينتشر الوباء بأكثر سرعة كل أرمل يعني أن يعني يصغي ويستمع الناس إلى التعليمات الجديدة ويعني يعني لا ينسوا أننا يعني خرجنا من تقييدات فقط قبل إسبوعين أو ثلاثة ويجب علينا أن نكون متداركين ونعي أننا لم يعني الوباء ليس من ورائنا لكن علينا الحفاظ على التعليمات والتباعد واستعمال الكمامة شكرا جزيلا لك سامر عثامني رئيس حركة رايتنا شكرا أحضر لك لستوديو كناتها تحياتي المشاهدون والمشاهدات الأعزاء سنخرج الآن إلى فاصل إعلاني وثم نستوفي باقي فقرات برنامج هذا اليوم فابقوا معنا موسيقى موسيقى موسيقى